من جانب هوغو كامباليارو الفريقين اللي يلعبون طبعاً بتقريباً نفس طريقة الأداء نفس التكريك 3-5-2 هكذا جررت العالم عندما كان وانتر مجالي مدرباً المعتاد نقل الكرة الآن بصانح الجزائري الممتعي السفير تايدر لازال يملك كرة الخيار كان في اللحظات الأخيرة وبالتالي اللعب لديه القدرة الآن لكن الخبر الجميل عند عشاق أنيرا جوري اليوم عودة الطبيعة العداء التقليدي التاريخي القديم والخلافات القديمة ربما بدأت عام 61 عندما قررت رابطة الدوري إعادة مباراة الفريقين فقرر يومها السيد إنجل موراتي والد العلاقة المتوترة التاريخية بين هذين وبهدفين نظيفين الفوز على كاتانية بثلاثة أهداف نظيفة المحاولة الآن للجزائري سفير تايدر ولكن بالضغط يأتي أولاً من الحال بلاسيو كان قد سجل هدف فريق الوحيد في تلك المباراة ولكن كان هدف لدينا مبكر تماماً في تلك المباراة عن طريق كوالياريلا اللعب الموجود هذا الماضي في تورينو وأوقف سلسلة من الانتصارات ليوفونتوس بلغت 49 مباراة وكان ليوفونتوسية بنجاح كبير والآن كرة الإصالة كثير من مبارياته مع فريق نادي الإنتر المغربي حسين خرجا الذي بالفعل هو أول عرب يرتدي شعار نادي الإنتر عبر كل تاريخ هذه الكرة الماضية كرة سفير تايدر وكذلك أيضاً وكانت أمام أودينيزي وبالمناسبة أودينيزي آخر فريق حزم الفريقين في الجولة الثالثة من بطولة الدور الإيطالي الليوفونتوس سقطت أمام أودينيزي في 2000 وبالمناسبة في هذا الملعب مع باري لعب مباراة الأولى مباراة 1-1-2009 كانت شباك للمرة الثالثة على التوالي في مباراة هذا المساء سفير تايدر يسوغى ويتلاقى لعبوه الكرة بطريقة مثالية سفير تايدر مباراة منتازة للجزاء لكن طبعاً سيرج الملون كان لعب وسط اتكاز بينما لدينا في هذه المباراة وسلامات الشامل أمر المباراة ربما يكلف اليوفونتوس أنه يستمر لكن عندنا 33 دقيقة المباراة تاماً استمرة خطيرة هذه خطيرة نعم هذه خطيرة الآن تصل إلى اللعب الوسط المنطلق دائماً ناكاتومو خطيرة خطيرة الأمور أين توديك إطلاقاً لا تعرف عزيز المشاهد الأمور وين توديك الآن في دربي إيطاني كبير كل شيء وارد وكل شيء مقرب إلى التعادل السلبي بدون أهداف وهذه النتيجة الغير مفضلة في عالم كرة القدم لاحظ السيطرة لليوفونتوس 12 دقيقة و24 ثانية بينما 11 دقيقة وثناء في الشوط الأول وأعتقد بأن الشوط الثاني ربما رغبة الفريقين الأكبر في التقدم في هذا الشباب ستكون حاضرة لا محالة من أجل ربما طبعاً أسماع حاضرة في مضالات هذا المساء ضغط كبير موجود في أرض الملعب مع فريق نادي الإنتر وتصور الإنتر عندما يعود بيقو ميليتو مساندة لليوفونتوس تعود الآن لنادي الإنتر والتزييد بالإمكان أن تأتي من سفير تايدر محاصر متابع الجزائري الكرة وصلت إلى بربركنية أنا في فترة من فترات ما شفت لكنه موجود نعم موجود لشتاينر ترك الملعب أنه يلعب في الجهة اليوم هذه الصورة فكيف تكون الأمور بعد ذلك عندما تأتي قادم الجولات والمنافسة تحتدم والصراع على توناجا تومو كرة تعود الآن إلى سفير تايدر كل التاريخ هذه محاولة تنقل الآن وتصل الآن إلى سفير تايدر مباراة ممتازة الآن جوان سفير را تايدر واحد من أفضل لعبي مباراة هذا المساء لكن كل من في الملعب أيها السيدات والسادة كون ما تقدم لا والله ما فيها هذا لأن حكم مباراة يبدو أنه ما أخرج الكرت الأصفر على كالتشوبولي وجاء تصريحا يلي عندما قال بأن الكالتشوبولي مسرحية سخيفة كالي العداء القديم العداء المتجدد الأخوة الأعداء ما في نقول أخوة كالي هرم كرة القدم الأوروبية وأن يحقق بطولة الثالثة في دور الأبطال هذه كرة تلعب تنقل من ناكا تومو وصلت إلى سفير تايدر خيار من عمر تلك المباراة هذه كرة تلعب الآن وسفير تايدر سدد الكرات الماضية في كل يوم أتعلم شيئا جديدا في تورينو سجل هدفي الفوز على اليوفانتوس في تورينو وبالتالي ربما ربما السيد ماتزاري يعني ملم بكل شفير تايدر برافو 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 شفير تايدر برافو